السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس درسنا لهذا اليوم هو التعويض في العبارات الجبرية التعويض في العبارات الجبرية درسنا السابق كان العبارات الجبرية العبارات الجبرية وعرفنا أنه سين زائد خمسة هذه عبارة جبرية لأنها تحتوي على مجهول وتحتوي على أرقام بينهما عمليات حسابية سين زائد خمسة هذه عبارة جبرية العبارة الجبرية ما إلها حل ليش؟ لأنه ما نطين قيمة العدد المجهول فقط سين زائد خمسة تمام؟ سين زائد خمسة هذه عبارة جبرية الآن التعويض في العبارات الجبرية التعويض في العبارات الجبرية ينطيني عبارة جبرية اللي هي مثلا سين زائد خمسة بعدين نطيني قيمة سين سين تساوي اثنين هنا شو نسوي؟ طبعا هو موضوع سهل جدا أعزائي هنا القيمة سين اللي ينطاني إياها لازم أعوضها هنا مكان سين وأجمعها مع الخمسة وأشوفش قد يطلع عندي الناتج هذا هو اسم التعويض في العبارات الجبرية يعني عندي عبارة جبرية سين زائد خمسة لام زائد سنيا ميم زائد أربعة بعدين ينطيني هنا قيمة سين جت قيمة العبارة الجبرية عندما سين تساوي اثنين هنا العبارة الجبرية راح يكون إلها حل راح يكون إلها حل ليش لأن نطاني قيمة المجهول زين هنا كل ما علينا نسوي أنه هاي الاثنين أخليها مكان سين لأنه يقول سين تساوي اثنين باش نكتب اثنين زائد خمسة الآن انحلت العبارة الجبرية ثين زائد خمسة ويساوي سبعة الآن أصبح للعبارة الجبرية أصبح إلها حل لأنه نطاني قيمة المتغير مثال آخر ميم ميم ناقص أربعة ميم ناقص أربعة وهنا قال لنا مثلا ميم تساوي تسعة ميم تساوي تسعة أكتب جد قيمة العبارة الجبرية عندما ميم تساوي تسعة هنا شا سوي هذه قيمة ميم أنقلها هنا بدال ما مكتوب هنا ميم أكتب قيمتها اللي هي شقد اللي هي كم؟ تسعة فبدال ميم أكتب تسعة ناقص أربعة شوفوا من أعوض في العبارة الجبرية يكون للعبارة الجبرية حال تسعة ناقص أربعة ويساوي خمسة هذا هو موضوع التعويذ في العبارة الجبرية يعني نطيني قيمة المتغير نعوض بالعبارة الجبرية ونجمع ونطرح حسب ما هو موجود في السؤال هنا عدنا فكرة الدرس وأن نجد قيمة العبارة الجبرية فقرة أتعلم عدد ربطات الشعر لدى نادية يزيد على عدد ربطات التي لدى أختها عفاف بمقدار اثنين إذا كان عدد الربطات التي لدى عفاف يساوي أربعة فكم ربطة لدى نادية شوفوا شون تغيرت صيغة السؤال عن الموضوع السابق الآن راح يريد عدد لأنه انطاني قيمة المتغير راح العبارة الجبرية يكون الهناتج لأن انطاني قيمة المتغير فهناش عدنا عدد ربطات الشعر لدى نادية يزيد على عدد ربطات التي لدى أختها عفاف يزيد يعني احنا ما نعرف عدد ربطات عفاف عدد ربطات عفاف سين لكن لكن عدد ربطات نادية هو سين زائدا اثنين سين زائدا اثنين فنكتب العبارة الجبرية هذا مثال واحد مثال أولا العبارة الجبرية هي هي سين زائدا اثنين سين زائدا اثنين هذه العبارة الجبرية التي تمثل عدد ربطات عفاف سين فإن عدد ربطات نادية هو سين زائدا اثنين شوف هناش قايل إذا كان عدد الربطات لدى عفاف يساوي أربعة يساوي أربعة يعني شنو يعني سين تساوي أربعة هنا هنا سين تساوي أربعة يعني نعوض مكان كل سين عدنا أربعة زائدا اثنين شقد أعزائي ستة ويساوي ستة إذن هنا أصبح الناتج ستة هذه هي العبارة الجبرية أصبح لها حل بعد أن كانت قيمة سين تساوي بعد أن كانت قيمة سين تساوي أربعة ثانيا مثال الثاني معش ناقصا عين عين تساوي خمسة معش ناقصا عين عين تساوي خمسة هنا أعزائي هاي قيمة عين أعوضها هنا أعوضها بمكان عين 12 تنزل ناقص تنزل العين كم قيمتها قيمتها خمسة أعزائي 12 ناقص خمسة أحسنتم سبعة هذا هو التعويض في العبارات الجبرية موضوع كلش سهل وبسيط ثالثا المثال الثالث أربعة سين زائدا 11 وهنا منطيني سين تساوي سالب اثنين أربعة سين زائدا 11 وسين تساوي سالب 2 شوفوا يعني هو ينطين الحل يقول لي سين تساوي سالب 2 هنا مكان كل سين أضع سالب 2 أربعة تنزل هنا ما يصر أكتب سالب 2 هكذا أكتب ضرب وأفتح قوس سالب 2 لأنه عندي ناقص زائدا 11 إذن شوفوا يعني بالمحاضرة السابقة قلت لكم بين الرقم والحرف هذا ضرب هسا سالب 2 جبتي هذا الضرب هو بين الأربعة والسين إذا ما مكتوب أي زائد ولا ناقص ولا لا زائد ولا ناقص ولا قسمة هذه العملية اللي موجودة هنا ضرب هذه العملية اللي موجودة هنا ضرب فأربعة فيه سالب 2 زائدا 11 الآن شنو عدنا عدنا ترتيب عمليات ضرب زائد منه أولا الضرب طبعا أربعة فيه سالب 2 أربعة فيه سالب 2 موجب فيه سالب سالب أربعة فيه 2 ثمانية وثمانية زائدا 11 أعزائي الأبطال سالب ثمانية زائدا 11 هنا شنسوي عفية أحسنتم نأخذ إشارة الأكبر منه أكبر الـ 11 إشارتها موجبة ونطرح الكبير ناقصا الصغير 11 ناقصا 8 ويساوي 3 هنا عدنا رابعا 9 زائدا نون تقسيم 3 ونون تساوي 6 9 زائدا نون تقسيم 3 ونون تساوي 6 إذن هنا إحنا مكان كل نون أضع 6 أفتح القوس 9 زائدا هنا ما أكتب نون شكت قيمة نون 6 أسد القوس تقسيم 3 هو اسم الموضوع التعويض في العبارات الجبرية التعويض في العبارات الجبرية هنا صار عندي ترتيب عمليات الأقواس أولا الأقواس قبل كل شيء بترتيب العمليات 9 زائد 6 أعزائي 15 15 تقسيم 3 15 تقسيم 3 ويساوي 5 أحسنتم يا أبطال خامسا خامسا عدنا قاف زائدا 4 في قاف تقسيم 3 وهنا منطيني قاف قيمته 5 قيمة قاف 5 جيد هنا مكان كل قاف أعوض 5 أفتح قوس ما نكتب قاف نكتب 5 زائدا 4 سد القوس في أيضا هنا قاف قيمتها 5 تقسيم 3 الأقواس أولا ترتيب العمليات عدنا الأقواس أولا 5 زائد 4 عزائي يساوي 9 9 في 5 تقسيم 3 خطوة خطوة ما نسوي أكثر من عملية بكل خطوة عندي ضرب وقسمة اليمين جهة اليمين أولا 9 في 5 5 و 40 45 تقسيم 3 عزائي هذه 5 قسمها هنا 5 و 40 تقسيم 3 4 بها كم 3 بها 1 1 في 3 3 أنقص 4 نقص 3 1 أنزل الخمسة 15 بها كم 3 أحسنتم بها 5 5 بها 3 15 أنا قص 00 إذن 45 تقسيم 3 كم يساوي يساوي 15 ساوي 15 هنا عندي سادس سين ناقص 4 في 7 ناقص صاد هنا سين تساوي 9 وصاد تساوي 13 هنا عندي متغيرين السين والصاد وعندي قيمة السين 9 وقيمة الصاد 13 الآن أعوض في المكان كل سين قيمتها ومكان كل صاد قيمتها اللي هي 13 هنا عندي سين تسعة سين تسعة ناقص 4 في 7 ناقص كم 13 9 ناقص 4 أحسنتم 5 5 في 7 ناقص 13 نأخذ إشارة الأكبر ونطرح 13 ناقص 7 ويساوي 6 الآن 5 في سالب 6 موجب في السالب سالب موجب في السالب سالب 5 في 6 30 أعزائي الأبطال عوضنا قيمة سين وقيمة صاد فأصبح عندي الحل في هذا الشكل عدنا المثال السابع والأخير قبل فقرة أحل أعزائي عدنا المثال السابع دفعت ساجدة مبلغ 7500 دينار ثمن أكتب عبارة تمثل المسألة وأجد ثمن القلم الواحد إذا كان عدد الأقلام يساوي 30 هنا الحل أعزائي عدنا ثمن الأقلام كم أعزائي التلاميذ ثمن الأقلام منطينا بالسؤال ثمن الأقلام 7500 دينار لكن عدد الأقلام عدد الأقلام هنا عدد الأقلام كم ثمن عين من الأقلام عدد الأقلام هو عين يعني ما نعرف كم العبارة الجبرية التي تمثل ثمن القلم العبارة الجبرية التي تمثل ثمن القلم العبارة الجبرية التي تمثل ثمن القلم الواحد طبعا هي سبعة آلاف وخمسمائة نقسمها على عين هذه هي ثمن القلم الواحد سبعة آلاف وخمسمائة تقسيم عين لأن العدد ما مذكر عندي الآن أعوض عن عين أعوض عن عين بالعدد ثلاثين لأنه يقول عدد الأقلام يساوي ثلاثين بالنهاية قال لنا عدد الأقلام يساوي ثلاثين إذن مكان كل عين أضع ثلاثين إذن سبعة آلاف وخمسمائة تقسيم ثلاثين هنا نقسم قسمة طويلة سبعة آلاف وخمسمائة تقسيم سبعة آلاف وخمسمائة تقسيم ثلاثين سبعة بيها كم أو خمس وسبعين بيها كم ثلاثين بيها ثنين ثنين في ثلاثين ستين خمسة ناقص صفر خمسة سبعة ناقص ستة واحد هنا عندي خمسطعش أنزل الصفر مية وخمسين بيكم ثلاثين مية وثلاثين هنا عندنا خمسة خمسة فيه صفر صفر خمسة فيه ثلاثة خمسطعش صفر 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 وعندي هنا صفر يسعد